كلمة أنا اتكلف اتكلف مالوش سبب معين غير فترة الحم بسبب الهرمونات بسبب تعرضك للشمس والأشعة الفل بنفسجية طبعا المضرة جدا وده اللي قلنا عليه على موضوع واق الشمس طبعا وفيه علاجات طبعا بتزود الكلف اللي هي زي مثلا الهرمونات الغضة التراقية دي من اسبابها اللي بتخلي يظهر الكلف التصبغات التوتر والقلق المستمر بسبب الكلف وبيسبب التصبغات فيه وقت كده زمين يعني اهلين زمين كان يقولك ايه لما تنبستي يقولك وشك منور بس تزعلي ووشك يضلم وده فعلا يعني ان الزعل ان التوتر بيخلي نوع من التصبغات بتاعها في الجلد طيب علاجها كذا علاج فيه منهم اللي بيلجأ للتقشير الكيميائي فيه منهم بيلجأ للليزر فيه منهم مثلا بنعالج في البيت طيب العلاجات اللي بتبقى على يدي المختصين والعلاجين والعلاجين او الاطباء بيبقى فيه انواع من العلاج زي التقشير الكيميائي وساعات بيقلب بتصبغات اكتر ليه؟ لان انا بعد ما بعمل التقشير الكيميائي ما بعمل ما بتبعش العلاجيات او الطريقة اللي بعد الاستشفاء من التقشير بتعرض للشمس عادي بحطش سان بلوك اللي هو واق الشمس ما بحطش مرتبات كفاية لان التقشير بيحتاج مرتبات طيب والليزر الليزر انا بشوف نادكته انها بطيقة بطيقة جدا يعني وتأثيرها مش قوي التقشير بيبقى اكتر الحاجات الطبيعية ممكن يكون تأثيرها اقوى طيب نبتدي باول حاجة نقولها لعلاج الكلف بعد ما سألونا وطبعا في الكلف بيظهر في الوش وفي الاماكن الحساسة ممكن نشوف كده صورة للكلف نازل صورة للكلف دي صورة للكلف بس بشكل عميق شوية يعني هو بيبقى درجات تمام فيه اقل ممكن نزل الصورة التانية ايه ده بيبقى اقل يعني بيبقى اكتر ما وصلش ما اهملناهوش لدرجة انه هو تفاقم الحالة طب بالنسبة لو الحالة زي ما احنا شفناها الاولانية صعبة جدا بالروح الاخصائي طبعا ومنصحش ان حد يعمل التأشير الكيميائي القوي اللي هو العميق في البيت لانه مضر وليه درجات ويعني وليه حاجات تانية بلازم يكون عند اخصائي او طبيعي طب بالنسبة للبيت هنعمله تأشير خفيف بطيء بطيء اللي هو نقدر نحجم لو حصل التهاب حصل حاجة لان احنا بالطبيعي بنشيل طبقات الجل عشان طبقات جديدة تطلع تكون التصبغات فيها اقل وكل ما ده بتقل بنجدد طبقات الجل وبيطلع احسن طيب نستخدم ايه؟ فيه التريتوس بوت التريتوس بوته معروف اصلا للكلف يعني من اكتر الكريمات اللي بتتوصف لحالات الكلف بس ما ينفعش استخدم مقشر من غير ما استخدم معه مرطب قوي زي الكرباميد او البيبانسين يعني ده مع ده ما ينفعش احط بس تريتوس بوت لوحد ممكن ننزل شكل الكريم ده التريتوس بوت بتحتي منه على المكان الاصابة وبعديها بخمس دقايه بتسيبيه وبعدين بتحتي الكرباميد لو بشرتك حساسة او يعني بتحمر بسرعة وبتلتهب بسرعة فبنتطر نحط معه كرباميد بشرتك قوية او جلدك قوي فبنحط البيبانسين وطبعا الصبح لازم واقع الشمس لازم واقع الشمس التأشير من غير واقع شمس هيزود التصبغات واقع شمس مهم مهم للتصبغات مهم لبشرتك مهم ان بشرتك اصلا تبقى متمسكة ما تتهلكش مهم للتصبغات